اليوم المنتظر تشيلسي 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 والحلقة التاسعة بالمير التلاعب ولا تنسوا 18 يوم من التنزيل اليومي باستحق عليها مكافأة اشتراك ولايك وخلينا نروح مع البلوز بموسب رح يكون تاريخي على فكرة اعطوني 23% اكتر من الراتب اللي انا طلبته انا طلبت اربعين الف دولار هني اعطوني خمسين يلا اوقع يا اسمايل ويتش الى تشيلسي الحماس كبير واخيرا اسمايل ويتش بالمكان المستحق واخبيري 89 بالدورة الانجليزية مهمة اعادة تشيلسي للالقاب رح تكون صعبة جدا جدا بوجود العماليق والحيطان السيتي ارسنال وجدا بتحمس العرف تشكيل تشيلسي حاليا الحالية الموجودة تشيلسي عندهم مصدع نجومي يعني اربعين لاعب خمسين لاعب قداش مكان مغادر منهم اكيد فيه ناس باقيين اول شغلة لازم يشوف التشكيلة طبعا المهاجم الاقوال اسماين ويتش بس ماي ثلاث مهاجمين تشيلسي بكل مكان عندهم لاعبين القوي القادم من البارسة موجود كوريا موجود فوفانا موجود فليكس اتمنى ان بالمير لا يغادر وانا نحتفل احتفال برضو يا بالمير افضل لاعبي الدورة الانجليزية حاليا رهيب جدا بالمير يتوب ايزي موجود ونكونكو موجود والمودريك مازال موجود سيرلينك حتى كاي سيدو هناك لاعبين مغادرين صراحة جيمس هلا دفاع اهم الشي كولويل فوفانا فيفيا تشالوبا فيفي عندنا سيبيات ليوم السيبي ميندهيس جاميرو علي صارحة يا سلام على حارسنا الروعة هذا الحارس نكتر الحراس المتقلقين كارنزيشكي الحارس ممكن الوحيد بالتاريخ لم أعرف الخصوص نعم الصحافة عبدولي يبدو ان اسمان بيتش سيلاعب الوقت الاصلي كامل نعمل ذلك على انتو حبيتو هاي الصفرة وخصوصا رح تزبط على تشيلسي مع حذاء اصفر ان شاء الله رح تطلع رهيبة جدا يا سلام يا سلام ستايل رهيب واخيرا تشيلسي حل مشكلة المهاجر صراحة هذا الاحتفال رح نكمل فيه احتفلنا فيه مع منتخب سبالمير بكاس العالم ولكن النهاية كانت حزينة فما كملنا الفرحة والقوة ان شاء الله بيعمل لنا شغل بشي بعدين ممكن نغيره للبارد ونصير نحتفل نفس بالمير ولكن حاليا رح نروح مع الرقص قصة تدريبية اولا مع تشيلسي على اساسي 100% ثقة نجم كبير جاي أوهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو أول مباراة يا أخي صعب إذن هذه هي تشكيلتنا والله أنه أنا مبسوط جداً بشيلسي لأنه العمين لازم ينزلوا نزلانهم بالمير سانشو نكونكو يا السلام الأول مرة نحل لعب مع فريق قوي بس اللباسين أزرق يا فيفا أيوا خلونا الأزرق وعطيهم الأحمر للشيلسي خلي فوتوا بالحيط بكل مكان في الملعب عنا لعب قوي حالياً والله نار بالويمبلي استاديوما والبطولة هل ستتعلقوا في تشيلسي؟ يا اسماعيل وبيتش يا اسماعيل وبيتش خطيرة الستيزين وكرة أولى انحرفت يا تشيلسي واحد للأمام اسماعيل وبيتش أول لمسة بقميز تشيلسي لابلي بولمير برد يا بولمير محور الأرض كايسيدو جيمس بولمر بولمير لا لساك جاي من إصابة مع المنتخب هاي أول لمسة عندهم الإنجليز أم فدين واحدة يا اسماعيل وبيتش هل إصابتك صعبة أم لا؟ هل إصابتك صعبة أم لا؟ يا ساتر لحد الآن مستمر الإصابة ألاند 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 والحاريس ممرت قدمي التؤليموني يا مدرم كلنا إلى أمام اسماعيل وبيتش بلعبها سانشو ما في وفسايد والله ما في وفسايد سانشو ولا دفنا ولا تشيلس يضيع أوه عمياني عمياني لازم أطلب التبديل لازم أطلب التبديل وإلا رح تتأزم الإصابة أكتر أنا آسف يا تشيلسي يا بلوز طلب التبديل من المدرب حاليا نعم إذن الهكر تبديل الطراري مع إصابة إصابة بأهم توقيت بكأس العالم وإصابة بأهم توقيت مع تشيلسي بأول مبارنة على طريق الظاهرة رونالدو يمشي سماعيل وبيتش دعنا نشوف تشيلسي فازوا بالبطولين حسبت لي بطولين الحمد لله نعم إذن أخذنا الدرع كلها بيروسوا بغني سماعيل وبيتش مش موجود أصلا هون بسيارة الإصعاب استحو استراحة إجبارية أربعة أسابع لا يا أخي أي بداية أي بداية أي بداية بالبريمير ليج أنا جاي من إصابة جديدة من كأس العالم طبعا هي ركبة متمددة بشكل خطير الركبة راحت يا شباب أول مباراة بدون اسماعيل وبيتش لتشيلسي ضد الولفز بالدوري نعم اثنين واحد لا لا تشيلسي ممتاز ممتاز بلشت ثقة المدرب تنزل لأن أنا مصاب هو عب يعتبد على الموجودين ضد أستون فيلا أيوة اثنين اثنين كمان راحت علي مباراة السيتي و عب تروح علي جوائز الأسبوع و عبد يروح علي التشكيلات الأساسية ضد السيتي اثنين اثنين جميل إذن العودة من الإصابة كبديل حاليا تشيلسي مركز سابع يخبص مقاط لسا الدوري ببدايته المتصدر بتسعة عارسنال يونايتد كلهم مولع ليبربول والخبر الجميل أن نحن بدوري الأبطال يا سيدي خصومنا راح تكون ليون بأول مباراة فيا ريال تاني مباراة اثنين و مدريدو على أرض اثنين شختار وباري سان جرمان راح نزل بالدوري مكان كونكو كام صانع علعاب كورية قدامي كله ازي اساسي بولبر اساسي و راح نلعب ضد ويست هاب لازم نحافظ على نتيجة عشر دقائق بس لازم نسجل لأرجع لعب اساسي بدوري الأبطال لعلة الإصابة مستمرة كورية الله وحد اثنين الثالث هوين برد 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 يا برد يا برد يا برد الثاني بأول صناعة مع تشيلسي شوف الكورة الأولى الان طاقة كورية 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 كوريا 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 كعمدر بالجزاء لا لا اصاب لا مستحيل اصابي مرة ثالثة يا الله هذا ضاهره ضاهره جديد لو لا الاصابات لك كان اسماالوفيتش افضل عابيد دوري الانجليزي بلعب لك كرة هناك بلعب لك مكان اسماالوفيتش يستمر بالرغم من الاصابة بالرغم من الاصابة يا بولمير يا سلام كرة بولمير واحدة ثانية مرد يا الله, أاء الله كوريا 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 حلوة أول هدافك مع عغل مع قدوس في آخر الكوراة اللي وست هام هل يضعها في الشباك قدوس خدع الجميع والقورة ووو, قدوس هو الكنين واحد قلت ماما, يا كدوس وضع إصابتك هل في إصابة أم لا راحت الأخبار قالت إنو ما في إصاب نعم So will I come to to my partner رجعنا الثقة للمدرم ودور الأبطال على الأبواب ادخلت تشكيلة الأسبوع لأول مرة بمركز الوسط أنا وكأسيدو من تشيلسي بصناعتي طبعاً لبالمر من الجول السابق حصة تدريبية قبل دور الأبطال ما شفعت لي أنه كان أساسي لحد الآن عملولي إصابتك موجودة تدير بالك أنا جاهز يا مدرب يا مدرب واحد صفر ونزلت استي حلو الكلام قد ليون على أرضنا معي نص على أثبت الذات يا مدرب أول مشاركة بتاريخ الهاكر اسمالوفيتش المتادور بدور الأبطال هنا في ستنفورد بريد واحدة بالرأس يا السلام يلا نكونكم أهي أول هدف بالأبطال هرب بالاسمالوفيتش وكورة وكورة ومعروك سجل يا تاريخ أول هدف بالأبطال اسمالوفيتش تشجيع من الزملاء لأن الإصابات كانت قاسية من أعين اسمالوفيتش هذا هدفنا الأول بالأبطال تشيلسي 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 نكونكم للماما من تشيلسي وحاولة كايسيدو كايسيدو واحدة لبالمير برد 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 يا تاريخ بالمير ويا تشيلسي والكورة مرر جواو فليكس واحدة اسمالوفيتش ملايبين مهاراتك ماشفنة والله رد لي بسرعة رح ينكونكم نعم إذا لأول مشاركة بالأبطال هدف ثاني خاتل إن شاء الله رح يخليك أساسي لإعادة يا مجادي تشيلسي يجب أن تسجل يا هاكر يا هاكر برد برد ولا لا يا بولمير بولمير يجمد الأجواء والهكر يحرقوها واسمالوفيتش يحرقوها هاي المقول اللي تنسوها نعم ثلاثة من ثلاثة إن شاء الله المباراة القادمة أساسي يا بولمير روعة تشيلسي أرواع من ما كنت متخيل صراحة كي سيدو أخذ رجل المباراة بدور الأبطال حارس هو بصحافة على نوان هل رح كون أساسي نعم أساسي السلام على الدور الإنجليزي من الزمان أعطونا دور الإنجليزي هاي القمة الأولى نحن خامس بتمين نقاط رح نلعب ضد ليفربول الثاني بطناعش نقطة بلش السباق وبلش ترمارك ضد ليفربول رح نلعب بهذه التشكيلة ما بفضل ستيرلينغ لكن يا الله من ما نشيله يا أهل المدرب بالباقي كله تمام بستانفورد بريج يا ليفربول بالله عليك شوف تشكيلة ليفربول شوف كم لعب جابين دنبوث لوكتين جابين راهيس من آرسنال حتى كروديغير من مدريد بريمير يا أخي نار ستيرلينغ سماع الوبيتش أول استلام راح راح نكونكو ما مارداش بيلي حلو كابتانو حلو كابتانو كورة لتشيلسي عند فالمير يجمد الأجواء واسماع الوبيتش وليدوني أحريقها مرت الكرة إلى ركنية أخرى غدارة غدارة عجبني التكتيك كيزة خطيرة كاكبو والدفاع بربو ستيرلينغ ستيرلينغ سماع الوبيتش واحد على واحد صعب الدوري الإنجليزي سماع الوبيتش خطفها راح نكونكو كابتانو كابتانو خطيرة خطيرة وكورة ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لا 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 يحكم لا يحكم لا يحكم والله على الكرة التبديل هو الستيرلين خرج و سانتشو نزل وفي الكرة ديمبوث اه يا يا هي شكلة والله بتحس يعني هو ضرب الكرة بس فيها فا يا ستار يا مانع الأخطار خطيرة قكبو على دفلا والي بربول التعادل من الريدز يا الله على السيناري الثلاث نقاط كانت مضمونة من عيوني قكبو نسجل هدف التعادل يا تشيلسي يا تشيلسي يا ساتر الله يسطر من ثاني لليفربول ماكاليسطر الثالب الارجنتيني غدارة والكرة عند التوسين حط لي سمارو فيتش الهكر لمسة لسانتشو سانتشو وش فيليكس سمارو فيتش بحاصر لكن رحلو سانتشو اهي اهي يا تشيلسي اهي اهي يا سانتشو مبارا في عدن كانت صعب الدور الإنكليزي جدا صعب واحد واحد لسنا راضيا عن الأداء بالمجمل إذا الترتيب بعد هذا التعادل تسع نقاط الدوري لسه بدايته جايكم يا أرسنال مباراة ضد أرسنال وعلى أرض أرسنال مباراة ضد أرسنال كله مباراة صعبة تشكينا تشكينا مازال اعلى اليعبين الريت بالفريق فانومير واسماليويت أعطيهم لجلدهم بالأحمد مع رنكة المعارك على ستانفورد بريت تشيلسي أداة كبيرة ضد ليفرول والقمم أكيد ممكن تخلص تعادل ممكن نخسر فيها بس لازم الأداة يكون جيد عم يلعبوا على تخط التسلل متقدم جداً مش لمصلحتكم هربات اسماليويتش راح تضربكم يا أرسنال كرة أولى وهرباء و ب 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 بو خط التسلل مئة بالمئة عم يلعبوا فيها و قرárوا جدا كل انهم تم توبعوا فيها و شركتهم jerkedوا ب الميمة ديكارد ل الأمي ابن 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 اسمايلويتش و كله فيتش فنان و صنعوا سأمر فيها موجة كبه يقول الكتاب ولكن كنتا محظوظين. و خat ماشي 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 مالون وكرة! ثويل؟ ثيلسي! يا السلام! هذه الخطط ليست علينا، ليس على الهكر. رأي الكرة بين عيون الهكر أمامنا! فإن سالي؟ هل أنت من فرجيني؟ وحسنة الله، ينكونكم... عشرة على عشرة ينكونكم التمريرا. كسر لي هذا التسلل! كسر لي هذا التكديق? يا سلام ساكا في اليمين ساكا في اليمين ساكا عرضي الخطيرة والكورة من دياز ترى التحققات مليئة جميل الشرط الأول تكتيكيا يجب أن نحافظ على نتيجة ونتأحل بالكأس ساكا وديكارد فلاوفيتش مباراة نهر حمس كبير في انجلترا تبديلين لتشلسي سينزل جواو فليكس سينزل جواو فليكس براس نطير اوديكارد تجلسي في خطر أمام أرسين المينديس تجلسي سينزل جواو فليكس هيا 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 يا الله رب عليك في هدف الهكر تجلسي يتعهل في الكراموكاب يا ساكا مباراة مباراة يا أخي أحلى شيء بهذا الجزء من فيفا انه ليس ببساطة تسجل يريدك تكون مئة بالمئة مركز وعب تلعب صحة سوف نعود نواجه أرسينال ولكن بالمباراة الأهم هي الدوري لازم نفوز سوف يحلق أرسينال نحنا حاليا تسع نقاط وأرسينال 15 والمباراة على أرضهم هاي صعبة هاي تشكيلتنا رح تنزل جميل جدا وجود سانشو في ملعب الإمارات بسم الله يلا سانشو بدنا مباراة كبيرة يا رب يرجعوا للعب ومصد التسلل أنا مبسوت فيها يا عيني يا كيسيدو يا وحش يا أسد فيفيان بولمير هل يحرقهم؟ يلعب لك كرة إنكم كوا هي في الشباك بإذن الله وكرة مباراة كبيرة مباراة كبيرة مستحيل لقد أريد منك هدف بإذن الله في!!!!! يايز واحدة por يا أرسينا يارسينا ماشرة يهرت الزهر يهرت الأ terrace سكى سكى والحارس نعم إذن جلدنا أرسنال على ملعبهم وبين جواهيرهم بهدف قاتل أمام المتصدر شوفوا الفرحة وعبرة ثلاثة مثل ثلاثة مئة بالمئة صيخة المدرب ثقة عمياء خلاص وترتيب الدوري خلطت الأوراق يا أرسنال نحن 12 السادس والأول السيتي 16 الفرق بين السادس والأول أربع نقاط بريمير ليغو ما أدراك كبير بريمير ليغو شكيلة الأسبوع ما فيها لاعبين من شنسي بالرغم من أداء جيدة مباراة دوري الأبطال ضد فيا ريال الملعب نغير جولة ثلاثة مقاط لسه الكلام بكي هل حاية تشكيلتنا لدوري الأبطال اللباس قريب أعطيهم الأصفر لفيا ريال بسم الله أطغيرة لفيا ريال لا 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 مترو فيتش جابين مترو فيتش من الإلال فيا ريال غدار هذا الميترو ديروا لباك طغيرة مترو مترو فيتش ما الذي أتى بك من الإلال يا مترو لايب لايب أدعف هذا كونكو الله ما في شوف ساد ما في شوف ساد في لعب في لعب في لعب نعم الهدف الأول من القناص بدوري الأبطال دائم متعلق صراحة هاي التمريرات اللي عم يلعبوني إياها تحسب للفريد شكرا كونكو هدفين بدوري الأبطال من المبارتين خطيرة اللي فيريال نيترو فيتش رجلا جيد ريزة قرقة يبرت مانو فيتش جميعها أوات MEL شكرا كونكو رجلا كونكو رجلا كونكو رجلا كونكو لماذا هناك عدد أبطال؟ طيلم تركjorة بالإلق тайق والآن إليه آخر 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 يمكنكم كم صناعة صناعة där آخر الكونكو الكو . الاسف هو إنهم لقد حرام ما تكمل طيرة ميترو فيج ميترو ما رح يطلع من مباراة اللي يسجل وشيلسي رافض شيلسي بهدفي الهاكر ينتصر بدور الأبطال عطوني هدفها تداب دور الأبطال عام الهدفين أنا ثالث الهدفين لستنا بالفداية بالمساعدات في واحد ولكنت وعلى علامك اللي مش موجود مباراة مباراة كوفينتري سيتي على أرضنا قادرين نفوز إن شاء الله بأبرز الأحداث أعطيني ثلاث لوقات، هيا ستيرلينك وصلها حلوة حلوة يا ستيرلينك لا، الكنترول، الكنترول يا ولد طيرة ولا هذا في الأول يا سلام، يا سلام بيأشق جماعي الكلس فارا بيروا بيأتفن معهم يا سلام واحدة وكورا آه، هزم أننا لم يرجعوا بالتعادل روبيتش يبحث عن ستيرلينك يا سلام، شايف بناء الهجمة، شايف روعت فك شيف ردة الدفاع، هكر 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 مر والثاني لما بلكم هكر يعني هك أيوة هيك بيهكرهم هيك بهاي الطريق هدفين يضافوا لإن شاء الله كمان هداف الدوري جايك الجلود يا جلاد الجلادين جلاد من الثلاثة، ثيخة مدرب، رح تطلع من الأخضر وتفوت بالعزرة الإصابة أسرت طبعا، أنا أقل لعب لعبان مباريات، أربع مباريات جايب أربع أهداف، المتصدر قريج سبعة من سبعة، وترتيبنا الخامس بخمسة عشر ولكن المتصدر لسبيرز بسبعة عشر، طبعا، اليونايتد وأرسنال عندهم فرصة يصيروا 18 نقطة لأنه لسه لعبوا ستة فقط نعم، لاعب الشهر في البريمير ليغ ملحت لهذا القناص وتشيلسي يعلق لمرحب، والذي تابعني على الإنستغرام يتابعني سنشر هذه المنشورات، والبريمير ليغ على صفحته الرسمية ينشر أنه يقدم سماريو بيتش مستويات مبذلة، حلو ولعب الشهر هو بتشكيلة الأسبوع الحالي، طبعا سماريو بيتش من تشيلسي وهناك خمس لعبين، سترلينغ، منديس، وتوسين، واليورغينس المنتخب من يوم الإصابة، رأي أحتياط أحتياط، مستغني عني دائما، سأحاول أن أرجع قليلا من التدريب حتى يستدعوني، بكرة يحدث بطولات طبعا هذا المنتخب أم يلعب بدوني، مباراة ضد ألمانيا، واحد واحد مرة أخرى مباراة ضد بولندا، والمدرب لا يريد أن ينزل لي بعض الإصابة بعدما تركتهم كأس العالم بالإصابة، لم يفاد مباراة ضد سوثامتون، أيضا من لعب أبرز الأحداث، نجيبهم، نجيبهم لا، هذه المرة يجب أن تأخذ ضربتك الحرة الأولى على ما أظن تأثير قليلا، إذا لم أدخلتها، سأغيره، لأنني لم أدخلت مستحيل، هذه المرة أخرى هناك حظ، هناك حظ، هناك حظ، واحد صفر سوثامتون، النقاط ستذهب مرور، تعدوا، لا، عرض مباراة واحدة، مستحيل، مستحيل الحظ ماذا أفعل؟ أخذ العرضة من مكانها، لكن لا، 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 نحن، نحن 15 في المتصدر العشرين وبدور الأبطال، نحن الرابع بعد جولتين ست نقاط، في كثير فرق جابت ست نقاط أهم شيء نحاولت أهل بأول ثمانة، ونكمل بالعداد الجيد ضد أتلاتيكو على ملعب أتلاتيكو بدور الأبطال إسماني كاراو اصبيativنا ونعرف أنظر آخر تأهل بأطلة السميوني في دنائق الساحة advok يوصه سأغفر الساحة سمانوبيج على طريقة الني سانشو سانشو سمانوبيج غدارة غدارة وله دفلا وال كثير يا مولينا تعال يا فانمير هذا كبير وحطها حيث تسكن الشياطين هذا لا كر المبارك كانت صعبة بس السيناريو الجميل قدرنا نستغل الفرصة اللي جد فرصة قارسيا أتليتيكو قريب من التسجيل قارسيا خلف المدافعين هيرنديز هذا خطير من البداية هذا ضيع كثير كثير بشكل عملاء احرار هذا الهيراندي احرار والله عرفت ستة وثمانين رئيس كرة تركها وراحوا فيها حاقة الصد وليكس قرسية ضياعها لو كرة القدم منصفة اتليتكو لازم يسجل ضيعوا كثير حرام صراحة لكن تشيلسي استغل المباراة تكتيكير وسجل عن طريق الحكام لحد الهال انا جدا مبسوط بشيلسي الوضع تمام وضع نبلا ابطال ابها اه يا تشيلسي يا ابها وايه الاعظم ها دي كلها ثلاثة تسعة نابولي الوحيد اللي جاب ثلاثة من ثلاثة يالا هو من اليوم بالنسبة لسمالوويتش وفالو ميريتو شوف الرقص المشترك حارسنا الكارنة زيتي طبعا هو الافضل الدوري الابطال سيكان من شاختار وسمالوويتش من تشيلسي الثاني بساعدات بس مرة ثاني مننهي الحلقة بهاي البزا وروح تابعي على الانستغرام اشترك لوصل مليونين دومتهم يالي خير